السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم عزاء الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشام منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا لنطبق معا في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على برنامج محرر النصوص Word أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يعدد الطالب والطالبة مكونات واجهة البرنامج في برنامج محرر النصوص ثانيا أن يكتب الطالب والطالبة نصا باستخدام برنامج محرر النصوص ثالثا أن ينسق الطالب والطالبة النص في برنامج محرر النصوص أعزاء الطلاب والطالبات هيا نتذكر ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة هيا تذكروا معي في دروسنا السابقة تكلمنا وتعلمنا عن برنامج محرر النصوص Word أو Microsoft Word ماذا قلنا عنه؟ قلنا برنامج Microsoft Word اختصاره ماذا؟ من نفس اسمه اختصاره Word إذن برنامج Microsoft Word نختصره بكلمة Word برنامج Word أو برنامج Microsoft Word كيف هي شكل أيقونته؟ كما نرى هنا ما لونها؟ كما نرى لونها لون السماء ولون البحر إذن لونها ماذا؟ لونها أزرق بداخلها حرف W مكتوب باللغة الإنجليزية باللون الأبيض ما اسم هذا البرنامج؟ اسمه Microsoft Word أو محرر النصوص أو برنامج Word نستطيع من هذا البرنامج أو أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التطبيقية التي تستخدم لماذا لإنشاء المستندات وتحريرها وتنسيقها وطباعتها عن طريق هذا البرنامج نستطيع كتابة النصوص والمواضيع المختلفة أيضا نستطيع تنسيقها بألوان جميلة إضافة صور، إضافة أشكال، إضافة جداول كذلك نستطيع بعد ذلك طباعتها ما اسم هذا البرنامج؟ أحسنتم برنامج Microsoft Word كما ترون هنا عندما أنقر على كما نرى أيقونة البرنامج تظهر لدي هذه الصفحة تسمى واجهة البرنامج ماذا نعني بواجهة البرنامج؟ واجهة البرنامج هي الصفحة التي تظهر عند فتح البرنامج عند فتح برنامج Microsoft Word تظهر لنا هذه الصفحة تسمى واجهة البرنامج نستطيع من خلال واجهة البرنامج أن نقوم بعديد من المهام هيا نتعرف على مكونات واجهة البرنامج لدينا هنا في الأعلى شريط العنوان كما ترون Microsoft Word إذن مكونات واجهة البرنامج أولا لدينا شريط العنوان أيضا لدينا شريط القوائم كما ترون إذن ما هي مكونات واجهة البرنامج في Microsoft Word؟ شريط العنوان يليه شريط القوائم بعد ذلك لدينا شريط التنسيق إذن واجهة البرنامج في Microsoft Word تتكون من شريط العنوان كما نرى هنا بالمستطيل الأحمر شريط القوائم كما نرى بالمستطيل الأخضر وشريط التنسيق تعرفنا إذن على واجهة برنامج Microsoft Word هيا نراها عمليا كما ترون هنا لدينا برنامج Microsoft Word قمنا بتشغيل أو بفتح برنامج Microsoft Word تظهر لنا هذه الصفحة تتكون أولا من واجهة البرنامج لدينا هنا في الأعلى شريط العنوان كما ترون هنا يليه لدينا هنا شريط القوائم وفي الأخير شريط التنسيق قلنا من خلال برنامج Microsoft Word نستطيع كتابة النصوص إدراج الصور إدراج أيضا الأشكال كذلك إدراج الجداول هذا هو برنامج Microsoft Word ماذا عن شريط العنوان؟ هيا نرى من ماذا يتكون شريط العنوان؟ يتكون من خيارات إغلاق الصفحة أولا نغلق صفحة Word من خلال خيار إغلاق الصفحة على شكل X أيضا يتكون من خيار تكبير وتصغير الصفحة عندما نضغط عليه تقوم الصفحة تصبح كبيرة أو تصبح صغيرة إذن خيار تكبير وتصغير الصفحة تدربنا على ذلك عمليا في دروسنا السابقة أيضا لدينا خيار حفظ الملف أيضا لدينا خيار التراجع عن الكتابة إذا كتبنا وأخطأنا نستطيع أن نتراجع من خلال خيار التراجع عن الكتابة هذه مكونات شريط العنوان في واجهة أحسنتم في واجهة برنامج Microsoft Word أيضا تكلمنا عن شريط القوائم قلنا شريط القوائم نستطيع من خلال شريط القوائم القيام بالعديد من الأمور والمهام المفيدة مثل إدراج الصور أيضا إدراج الأشكال أيضا نستطيع إدراج الجداول أيضا تكلمنا عن شريط التنسيق وقلنا يمكن من خلال شريط التنسيق إجراء التعديلات المهمة على النص الذي قمنا بكتابته تكلمنا في دروسنا السابقة عن شريط التنسيق هيا نتذكر مرة ثانية خيارات واجهة كما نرى هنا لدينا في الأعلى شريط العنوان ولدينا هنا شريط القوائم يتكون من ملف الشريط الرئيسي إدراج رسم تصميم تخطيط قوموا بتهجئتها أعزاء الطلاب أيضا من خلال خيار الإغلاق نستطيع إغلاق كما نرى إغلاق نستطيع إغلاق برنامج مايكروسوفت وورد أيضا نستطيع أن نجعل الصفحة كبيرة أو نجعل الصفحة صغيرة أيضا من خلال خيار التراجع عن الكتابة نستطيع أن نتراجع عن كتابة إذا كتبنا شيء خاطئ نستطيع التراجع من هنا أيضا نستطيع حفظ الملف الذي قمنا بإنشائه من خلال حفظ أيضا لدينا هنا شريط التنسيق نستطيع أن نقوم بتنسيق الكلام أو تنسيق النص الذي قمنا بكتابته هيا نعود لشاشتنا لدينا أيضا الكتابة باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد نستطيع الكتابة باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد كيف ذلك؟ يمكن الكتابة من خلال برنامج مايكروسوفت وورد من خلال الصفحة البيضاء التي تظهر عند فتح البرنامج كما ترون هذه الصفحة البيضاء تظهر عند فتح البرنامج نستطيع الكتابة في داخل هذه الصفحة بواسطة يجب أولا أن نتأكد أن مؤشر الكتابة موجود في الصفحة البيضاء بواسطة الفأرة إذا ننقر بالفأرة داخل الصفحة البيضاء فيظهر لنا مؤشر الكتابة هو عبارة عن خط مستقيم لونه أسود هذا هو مؤشر الكتابة من خلاله نستطيع أن نكتب النصوص التي نريدها نكتب بواسطة لوحة المفاتيح نستطيع كتابة نصوص نستطيع كتابة أسمائنا جمل كتابة طالب الدرسة نستطيع كتابتها عبر لوحة المفاتيح إذا لوحة المفاتيح هي التي تساعدنا بالكتابة هيا نقوم بالكتابة بواسطة برنامج مايكروسوفت وورد من خلال لوحة المفاتيح كما ترون هذه الصفحة البيضاء لدينا هنا هذا هو مؤشر الكتابة كما ترون خط مستقيم لونه أسود أستطيع الكتابة بواسطة عندما يوجد هذا الخط المستقيم أو مؤشر الكتابة في هذا المكان أي أنني سأكتب على هذا السطر هيا نكتب نكتب بواسطة ماذا؟ بواسطة لوحة المفاتيح نكتب مثلا حرف الخاء نكتب مثلا حرف الفاء نستطيع أيضا كتابة الأرقام أربعة تدربوا على الكتابة قوموا بكتابة أسمائكم أعزاء الطلاب والطالبات هيا نعود لشاشتنا لدينا أيضا بعد أن كتبنا كيف نستطيع أن نقوم بتنسيق النص الذي قمنا بكتابته؟ من خلال شريط التنسيق لدينا خيارات كثيرة في شريط التنسيق نستطيع تنسيق النص الذي كتبنا وتنسيق الجمل التي قمنا بكتابتها نتعرف أولا على حجم الخط من خلال حجم الخط نستطيع أن نجعل النص كبير إذا كان حجم الخط كبير أو الرقم كبير أو نجعل حجم الخط صغير إذا كان الرقم صغير كما ترون حرف الأي الصغير تجعل الخط أصغر وحرف الأي الكبير تجعل الخط أكبر أو من خلال الأرقام كلما كبر الرقم كلما كان حجم الخط كبيرا إذن هذا هو التنسيق الأول التنسيق الثاني نوع الخط نختار النوع الذي نريده خط أندلسي خط الرقعة خط أريل نختار نوع الخط الذي نريده كذلك لدينا لون الخط من خلال حرف الأي كما ترون بأسبله خط مستقيم نستطيع أن نجعل الجمل باللون الأحمر الأخضر الأزرق الألوان التي نريدها هيا نتدرب على ذلك عمليا لدينا هذه الجملة كتب الطالب الدرسة أستطيع أن أجعل الجملة كبيرة بواسطة حجم الخط حرف الأي الكبير كما ترون هنا كل ما أنقر عليه يكون الخط كبيرا أو حرف الأي الصغير إذا نقرت عليه يصبح الخط صغيرا أيضا لون الخط نستطيع أن نختار اللون الذي نريد أزرق أحمر أخضر اختاروا الألوان التي تريدونها أيضا نوع الخط نستطيع أن نختار نوع الخط الذي نريد لاحظوا كيف تغير نوع الخط قوموا بالتدرب على ذلك عمليا أكثر من مرة حتى تستطيعوا إتقانها هيا نعود لشاشتنا لدينا الآن نشاط صغير النشاط رقم خمسة أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة يمكن إغلاق الصفحة في برنامج وورد عن طريق شريط القوائم أو شريط التنسيق أو شريط العنوان أين توجد هذه العلامة علامة الإغلاق أحسنتم في شريط العنوان نقوم بتغيير حجم الخط عن طريق ماذا؟ شريط التنسيق أم شريط القوائم أم شريط العنوان كيف استطعنا تغيير حجم الخط؟ جعلناه كبيرا وصغيرا؟ أحسنتم من خلال شريط التنسيق لدينا الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا مدر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته